للتخصيص وفقدان الوزن وأهم الخصائص العلاجية الأخرى تنصح قناة ميكس بروفيت بتناول الصمغ العربي الهشاب الأصلي والذي يتمتع بجودة عالية كما يمكنكم التواصل معنا على الرقم الظاهر على الشاشة يا رب يشفيكم يشفيني وشفوا كله مريض كله آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن نتكلم النهاردة عن أعراض الأملاح في الجسم وما هي أعراض الأملاح الشديدة هنتكلم طبعا زي ما نتعودين بالتفصيل ولكن تفصيل غير ممل يعني هتكلم بشكل سريع كده علشان ما نطولش وقت الفيديو طبعا ما تحرمناش من اللايك الجميل بتاعك ونبدأ التفاصيل في الحقيقة الأملاح في الجسم هي عبارة عن مجموعة من المعادن ودي بتكون لازمة للعديد من وظائف الجسم المختلفة الأملاح طبعا مهمة للجسم لكنها ممكن تتراكم في الجسم وتسبب مشاكل صحية زي ما لها منافع لو تراكمت وتركيزها في الدم زاد بتعمل بعض المشاكل طب يا طرأ ايه هي أنواع الأملاح في الجسم يعني هنبدأها بأملاح الكالسيوم الكالسيوم مهم في بناء العزام والأسنان زي ما احنا كلنا عارفين طبعا ومهمة أيضا في نقل النبضات العصبية وتقلص العضرات وتنظيم الهرمونات ودوره مهم في التمسيل الغذائي أيضا من الأملاح المهمة واللي احنا برضو كلنا عارفينها أملاح السوبيوم اللي هو ملح الطعام ودي مهمة في تنظيم ضغط الدم والملح ده بيساعد في امتصاص العناصر الغذائية وبيساعد في الحفاظ على التوازن الحمض القاعدي في الجسم أيضا أملاح البوتاسيوم ودي برضو لها يعني وظائف كتيرة جدا أهمها المساعدة في تنظيم وضبط عمل القلب طيب يا ترى ايه أسباب تراكم الأملاح في الجسم يعني ايه اللي بيخلي الأملاح تركز في الجسم أو تركز في الدم أول حاجة يعني وأهم حاجة ان احنا دايما بنركز ان احنا نشرب مياه كتير شرب المياه لقليل بيزود من تركيز الأملاح في الدم أيضا تناول الأطعمة الغنية بالأملاح فيه أم فيه يعني أطعمة معينة كده يعني يعني المفروض ان احنا نقلل منها علشان تركيز الأملاح ما يزيدش في الدم وأيضا لده ولده يبقى بعض الأمراض زي مرض الكلا أو مرض السكري بيتسبب ان هو بيساعد أو يعتبر عامل مساعد فيه تركيز الأملاح في الدم طيب احنا احنا اكيد كلنا عايزنا نعرف ايه أعراض زيادة الأملاح في الجسم الأعراض بتختلف من شخص للتاني حسب تركيز الأملاح وحسب طبعا العوامل الوراثية لكل شخص ولكن في الغالب التورم لما يزيد الأملاح جدا في الدم بيبقى فيه تورم خاصة في الكاحلين والقدمين فيه ألم في المفاصل بيبقى في بعض الأوقات فيه صعوبة في التبول ممكن الأمر لو طول شوية يبقى فيه امساك أو اسهال تمام؟ طيب يا ترى الأملاح الشديدة جدا لما بتتركز لفترة طويلة اعراضها ايه؟ بعد كده بعد فترة بتلاقي ان فيه ممكن تتكون حصوات في الكلا لقدر الله ممكن تصاب بمرض النقرص لو اهملت ايضا في علاج الأمراض دي يعني بعد كده ممكن تكون يعني فيه لقدر الله مشاكل فيه القلب والأوعية الدموية طيب التشخيص بيكون عبارة عن ايه؟ دايما يعني معظم الوقت التشخيص بيكون عبارة عن التشخيص تحليل البول وأحيانا في الطبيب أو في الغالب برضو مع تحليل البول لو الدكتور لقى فيه أن الأملاح في البول هي بلص فبالطر بعد كده أنه يقولك اعمل تحليل في الدم ونخلي بالنا يا جماعة الأملاح زي ما لها فوائد لها أضرار كاريسية طبعا من أهمها زي ما قلنا الحصوات وعايز نركز على الحصوات يعني حصوات الكلا هي بتبدأ ممكن تعمل لك حصوات في الكلا ممكن تعمل لك حصوات في الحالب لو الحصوات صغيرة وبدأت تنزل في الحالب ممكن تسد الحالب وده اللي بيسبب القلم الشديد عن مرضى الحصوات الكلاوية اللي هو بيكون بسبب ارتجاع المية على الكلة يعني فيه ناس بتقول لي طب ده حصوة ايه دخل الكلة يعني الحصوة ما بتكونش في الكلة لا المية نفسها مجرى المية بيتقفل في الحالب لأن الحصوة سدت مجرى الحالب فالارتجاع بيسبب انتفاخ الكلة وانتفاخ الكلة ده بيسبب ان المكان اللي بيربط الكلة بالجسم فيه اطراف عصبية بيحصل شد في الاطراف العصبية ديه وده اللي بيسبب الالم الشديد واللي بعضنا بيقول انه هو يعني بالبلد كده بيعد في الارض وبيبدأ يحس بألم غير محتمل الالم ده ايضا من اعراضه انه هو لما بيزيد بيممكن يسبب غسيان وقيق وفي بعض الاوقات لو في عندك المشاكل في المسالك البولية او عندك تكرر لعملية حصوات الكلة بتبدأ تلاحظ ان فيه الاتهابات في المسالك البولية بتزيد تمام والموضوع بيبقى ايه؟ الموضوع بيبقى مشكلة كبيرة جدا وعلى فكرة انتفاخ الكلة او حتى لو مفيش ألم وفيه ارتجاع جزئي الموضوع ده خطير جدا بيأثر على وظائف الكلة مع الوقت يعني انت لو لاحظت اي ألم في الكلة المفروض بتجري على طول ما تاخدش يعني اي حاجة تنزل الحصوة وخلاص انت مثلا لو في الناس متعودة انها كل كم شهر بتنزل حصوات لا لو سمحت روحوا للدكتور لان الموضوع لو طول يعني مشكلة كبيرة جدا على الكلة انت ممكن تبقى ماشي طبيعه ومفيش مشكلة والألم مش محتمل عادي ممكن يكون ألم بسيط مش لازم في كل الأوقات يكون الألم شريد ولكن رجاءا ضروري جدا تروح للدكتور وتشوف الأملاح دي نسبتها قد ايه وبرضو نصيحة مهمة جدا يا جماعة يعني كل فترة شوف الدنيا عندك ايه الأملاح اخبارها ايه لان الأملاح ما بتسببش عرض خطيرة بتبقى العرض العادية ولكن لما بتستمر لفترة طويلة ممكن تسبب لك مشاكل في المفاصل زي ما قلنا ونوهنا انه ممكن تسبب مرض النقرص ممكن تسبب مشاكل في الكلة حتى لو ما فيش حصوات حتى لو تركيز أملاح عادية ممكن تسبب مشاكل في الكلة الأملاح بتزود الالتهابات بتعمل مشاكل كتير في القلب بتعمل مشاكل كتير يعني نحاول ان احنا يعني نزبط نفسنا في ان احنا نروح لدكتور ولا مرة مش هنقول كل شهر ولا اثنين ولا تلاتة كل ستة شهور على أقل يعني يعني كل سنة كل سنة نروح وشوف نسبة الأملاح قد ايه في احتمال ان قد يقدر الله يكون في نقرص في احتمال يكون في مشاكل في الكلة روح بص يعني من أخطر الأمور واللي هقولها دي يعتبر آخر حاجة حنتكلم عنها ان الحصوات احيانا احيانا كتيرة جدا بتتكون بشكل رهيب في الكلة وانت بتحسش بها بتكون زي كده المرض الصامد تمام بتتكون في الكلة في ناس بتتفاجئ ان الحصوات الكلة يعني بص كده ممكن تملأ كفة إيدك تخيل وهي الكيلة أساسا يدوب بتملأ قبضة الله دي ممكن تبوز الكيلة ومتحسش غير بمشاكل الكيلة فيما بعد لا قدر الله وحالات كتير والله بالفعل اكتشفت الموضوع ده ان الحاصلات عندها كتيرة جدا ولما جات تعمل العملية لقيت ان المشكل فيه بالفعل الكيلة تأثرت يارب يشفيكم يشفي كل مريض مش عايزين ننسى ان السامغ العربي لهالشاب بيكون عامل أكيد وعامل أول واعتبر العلاج الوحيد حاليا لمرضى الفشل الكولوي وارتفاع الكيلاتينين بس زي من نبه كل مرة ضروري جدا يكون من نوع الهشاب نبعد عن القطع اللي عنده العطار لانها ملاهاش علاقة بالهشاب من اي طرف نهائي ده كلها طلح كلها طلح ولو حضراتكم عايزين ارشح لكم نوع عندنا نوع ناتوريا بحورة حضرتكم الكيس عشان تبقى عارفين شكله ناتوريا ما شاء الله حاجة جودتها عالية جدا فوق التمية وتسعين في المئة جودة ودرجة نقاء عالية جدا فبنصحكم بنوع ناتوريا واللي عاوز يعني يحصل على المنتج يوصله لحد البيت رابط المنتج موجود في الموقع اللي موجود في الوصف الهشاب الفين وين اسمه الهشاب هو مختص فقط ببيع الهشاب النقي المنتج ممكن يوصلك لحد البيت وقال لسعر يعني بسعر زي من قول كده في متناول اليد ولو حضرتك استفدت من الفيديو هيشرفني ودعمني ان اضغط لايك للفيديو استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته